اهلا بك يا جماعة في فيديو جديد النهاردة واخيرا ده هيكون فيديو عن ال اوبو اف سيبن من اكتر الموبايات اللي انتم طبقتم نحن نجيبها ونعمل لها ريفيو الفترة اللي فاتت وبرضو من اكتر الموبايات اللي انا فعلا كنت بستنيها في ساعة 2018 في الفئة المتوسطة كنت بتحمس جدا ان انا هشوف اوبو هتعمل ايه السنة دي بعد ما عاملت ال اف 5 السنة اللي فاتت وكان موبايل مميز جدا ومن اوائل الموبايات اللي كان بتيجي بشاشة بدون حواف وكلام ده لكن بصراحة بعد تجربتي مع الموبايات ده لفترة بسيطة اقدر اقولك يا جماعة ان الموبايات ده فيه تطور ملحوظ جدا على اوبو اف 5 يعني مثلا تصميم الموبايل وهي اكيد اول حاجة هتلفط نظر اي شخص هيمسك الموبايل ده التصميم السنة اللي فاتت كان مصنوما من مادة البوليكربونات او اللي هو البلاستيك المقوى لكن كان تصميم عادي جدا وتقليدي جدا مفيش في اي حاجة مميزة هنا بقى الموضوع مختلف تماما هنا التصميم ده كله مميزات فعلا من اول الظهر اللي باللون الاحمر اللي جذاب جدا جدا مع الانعكاسات اللطيفة دي باللون الاسود وعلى فكرة يعني حسب الدوق اللي قدامك الموبايل بيبدأ يتشكل بالالوان كده وانت عارفين اكيد انا دايب احب الموضوع ده كله ممسك موبايل فيه لانعكاسات دي انا بمهر بيه بصراحة حتى الملمس بتاع الموبايل ده مش زي الاوب و اف 5 خالص على فكرة الملمس هنا محاسس ان انا ممسك موبايل ازاز بعظم الاوقات يعني هو الموبايل خفيف شوية وده مش بريميم اوي او مش محاسسك انه غالي اوي و اقولك على حاجة انا بجد بدأ تميل موضوع التصميم اللي هي الجزابة اكتر والروشة دي اكتر من التصميم المعدن اللي ممكن تستحمل اكتر لكن شكلها يعني عادي او شكلها مش حل كمان عشان يخلونا تجربة التصميم هنا مثالية جدا عملونا الحواف اللي من قدام باللون الاسود زي ما انا بحب طبعا وزي ما معظم الناس بتحب وبما اننا جبنا سيرة الحواف يا جماعة فببساطة جدا اقدر اقول لكم ان دي افضل شاشة هتقدر ان انت تحصل عليها في السعر ده ومش في السعر ده كمان على فكرة ممكن تحصل مسلا لحد اتناشر الف جنيه مسلا مش هتلاقي شاشة بالحواف القليلة جدا جدا دي الشاشة هنا يا جماعة بتستغل حوالي اتنين وتمانيين فيلمائة من حجم الموبايل اللي هو يعني زي الايفون اكس بالزرعة عالة من الواوي ميت تن برو اللي بستتاشر الف جنيه فدي حاجة طبعا مبهرة جدا جدا وانا بصراحة بحيي شركة اوبة عن النقطة دي جدا لان كل شركات اللي قللت الايفون اكس في موضوع النوتش عملت حواف من تحت وحواف عريضة جدا هنا الحواف قليلة جدا يعني اقل من الاس ناين وعلى فكرة جماعة عوز اقول لكم على حاجة يعني لو فاكرين انا بجرب الاس ناين بلاس بقلي فترة طويلة ولسه بنزله ريفيو من يومين وبالمسبق دي يا ج حد جدا يا جماعة في ريفيو ده وتقريبا مبارزة من الناس ما شفيتوش بعد تجربتي مع الاس ناين بلاس صعب اقتنع بقى اي شاشة ثاني لان هو بيحمل افضل شاشة موجودة على الكوكب مسلا فهيكون ان شاشة موبايل في الفاقة دي تشديني كده دي حاجة انا مكنتش متوقعة خلص بصراحة الشاشة هنا بتيجي مقاش ستة فاصل اتنين انش وبتيجي من نوع التي بي اس اي بي اس ال سي دي وبتيجي بتجي طويات حماية من نوع جوريلا جلاس فايف يا جماعة على فكرة يعني مبسوط جدا بصراحة بالشاشة الموبايل ده في الانتباعات الاولية ومبسوط كمان ان الشركات بدأت تاخد القطوة دي ان هي تعملينها شاشة وبنطش وبحاوف قليل ايه لا اوي كده في الفاقة المتوسطة كل حاجة فعلا بشوفها على الشاشة دي مميزة فيديوهات او صور صحيح الصور يا جماعة الصور هنا عندنا كاميرا امامية بدقة خمسة وعشرين ميجا بيكسل يا جماعة دي طبعا حاجة مش هنقدر نتكلم عليها تماما الكاميرا الامامية ابو معروفة بها من زمان جدا من اف ما اختلفش تماما وزي ما احنا متعودين من شركة ابو الكاميرا الامامية مبدئيا كويسة جدا جدا وبتطلع صور غريبة وعلى فكرة يا جماعة في هنا وضع ان انت تعمل عزل الخلفية وكده وعندنا وضع عشان لو انت مسلا بتصور في خلفية شمس متكونش الخلفاء مفرعها عقوي بالنسبة لكاميرا الخلفية بقى فالكاميرا الخلفية هنا بتيجب دقة ستاشر ميجا بيكسل مع فاتحة على ساعة اف وان بوينت ايه اختلفتش قوي يعني ابو اف فايف لكن انا لم نلاحظوا ان هي او التفاص زادت فيها شوية كمان موضوع البرتري او العزل موجود برضو في الكاميرا الخلفية هنا برضو خلينا من استعجلش في الحكم على الكاميرات دي وخليني اجربها بشكل اكبر وقال لكم الانتباع النهائي في الرفيو المفصل ان شاء الله طيب عشان بقى تقدر تستخدم حقيقة الجامعة دي كلها لازم اكيد نقطتين مهمين جدا هم اكيد اداء الموبايل وبطارية الموبايل وما بدأنا قادر اقول لكم ان ابو ما بخلتش علينا من ناحيتين دور خالص الاوبا هو اف سيبين من ناحية العتاد او موسطة الموبايل الداخلية فبيجي مع مع معالج هليو بي سيكستي مع اربعة جيجا رام واربعة وستين جيجا زكرة داخلية وعلى فكرة الجماعة في نسخة تانية هتنزل مع ستة جيجا رام لكن مع مية تمينة عشرين جيجا زكرة داخلية المعالج ده بصراحة غريب شوية ولسه اول مرة نشوفها على اي موبايل فمش متوقعين منه اداء معين يعني لكن اللي انا نلاحظوا بقى ان الموبايل اللي جماعة شغال بكالر او اس فايف بوينت زيرو اخر واجهة من شركة اوبو مع اندرويد اوريو ومش قادر اقول لكم يا جماعة قد ايه الموبايل ده اتغير فعلا عن انا اصلا تجربتي مع انا اصلا تجربتي مع انا كانت لزيزة جدا من حالة السوفتوير بصراحة لكن هنا الموضوع تطور هنا بقى الموضوع بقى ايه عندك بقى بدلا ما تسحب لتحت وتطلع شريط تحكم والكلام ده لا لاغوا الموضوع ده خالص وعملوا لك شريط اشعارات زي اي موبايلة في العالم لكن شكله سيمبل جدا مساحة وباللون الاسود كده انا عندنا خط رفاية تحت خالص في الحفة اللي تحت دي لو انتم ملاحظين الخط ده زي اللي موجود تماما في الايفون ايكس بيخليك ان انت تقدر ان انت لو تسحبت الثانية بس بفوق هتفتح او الطبقات المفتوحة لو سحبت على طول هترجع للهوم كمان عندنا هنا مستغلين مو تفاتح تطبيق مسلا وقلب الموبايل كده ممكن هتلاقي تطبقات ظهرالك هنا عشان لو عاوز تتواصل مسلا مع حد على الواتساب مسلا ونتفاتح تطبيق مجرد تضغط عليه كده فاكرين الشاشة السنوية اللي كانت في الالجي في تونتي والالجي في تن الحاجات دي كان فيه شاشة سنوية فوق دي نفس الفكرة كده اما بطاليات الموبايل ده يا جماعة فها بتيجي بسعة تلات تلاف وربعمية ميلي امبير واللي هي اكبر ملكات موجودة على الاوبو اف فايف واكبر ملكات موجودة حتى على الواتساب للاسف كان نفسي يعني يكملوا جميلهم ويحطوا لنا لكن الموبايل بيجي مع ميكرو يو اس بي عادي لكن فيه اخبار ان الموبايل بيدعم الشحن السريع انا جربته مرة بصراحة والشحنه عادي خالص وهم عن فكرة بيقولوا بالمناسبة ان المعالج الجديد ده بيجي مع خاصية او اللي هو الزكاء الاستناعي بحيس ان هو هيفهم انت ماشي ازاي او حقاتك ماشي ازاي عن الموبايل فبالتالي يبدأ ايساسة النفس عليك بحيس انت لو فيه طباقات ما بتستخدمهاش او بتركين كتير في الخلفية. فيبدأ يقفلها. وده طبعا هيوفر من بطرية بشكل كبير. تحمس جدا جدا بصراحة ان انا كامل تجربتي مع الموبايل ده واديكم الانتباعي الاخير. وكتجربة اولية انا شايف ان الموبايل ده هيكسه الدنيا جدا. ما اعتقدش ان فيه اي موبايل في الوقت الحالي هيقدر ينفسه او هيجي جنبه حتى في الفئة دي. لان طبعا لسه الواو بي توينتي لايت ما شرفش. ويا بس كده ديكي كل حاجة بالنسبة للا اوبو او اهم حاجات يعني شدت انتباعي جدا مع تجربتي البسيطة دي. ولو عقبكو الفيديو منسوش اكيد تعملوا لايك. وتشتركوا في القناة اكيد وليسه مش مشتركين عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية. باش تشوفوا الفيديوهات اللي جاية. باش تشوفوا الفيديو الاخر. سلام.